افاد عناصر من الشرطة الروسية انه تم خلال حفلة شراب في منطقة كوسباس الواقع جنوبي غرب سيبيريا ان قرر رجلان اجراء مباراة مسارعة باليد على ان يقطع الخاسر اذنه وبعد جدال طويل قرر بانهما قد تعادلا فقام احدهما بقطع اذنه كاملة بينما قطع الاخر جزءا منها فقط اشتركوا في القناة